وجه محافظ وحضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لو أركن فرج السالمين البحسني خلال لقائه بالمختصين في مؤسستي المياه والكهرباء وصندوق النظافة والمرور بأعادة تأهيل الخط الخلفي بمنطقة أشراج الواقع بجانب سوق الأسماك السابق وتأهيل هذا الخط بالشقيه وأشدد على سرعة تنفيذ المشروع وإزالة العشوائيات ورفع الضرر عن كل ما يعيق العمل في هذا المشروع والتنسيق بين هذه الجهات لتوفير الخدمات اللازمة وتسهيل مهمة الشركة المنفذة للمشروع